موسيقى اللهم ارحمنا واخفر لنا ويسر اللهم اجعل لنا من امرنا رشدا اخواني واخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدين تلفزيوني الان وكل من يستمرنا الان عبر اذاعة الان في سوريا والوطن العربي موضوع جديد ننتقل له اليوم ونلقى الضوء عليه وهو طلب الاستعانة في الحلم او طلب المساعدة اثناء النوم في الحلم فلنشاهد معا اخواني واخواتي هذا التقرير ثم نعقب عليه ان شاء الله من رأى في المنام كأنه يطلب شيئا فإنه ينال منه لما قل من طلب شيئا ناله اما من رأى ان احدا يطلبه فإن هم من يصيبه والله اعلم ربما دل الطلب على العلم او العمل او المال من رأى شخصا قبيح الصورة ويطلبه فذلك امر يكره اذا حلمت انك تطلب الاحسان من احد فهذا يعني انك سوف توضعه في مواقف مربك ولكن عن طريق مثابرتك سوف تسترد موقفك الحسن باكمله اذا كان الطلب جائرا فربما سترتقي في مهنتك هكذا فسر بعض مفسري الاحلام رؤية الطلب في المنام والله اعلم هياكم الله من جديد اذا اخواني اخواتي كما شاهدتم ولاحظتم الطلب مقترن بنوع الطالب والمطلوب هل تطلب من شخص اقل عنك شأنا ومكانته في المجتمع هل تطلب من شخص يماثلك بالمرتبة والمكانة ام هل تطلب من العلي القدير هنا الطالب والمطلوب يختلف دائما اخواني واخواتي عندما نطلب شيئا من الاخرين فذلك يدل بان لدينا العلم والمعرفة بانه قادر على اعطائنا هذا المطلوب يعني اذا شخص طلب من شخص سيارة فهو يعلم بان هذه السيارة عنده وهنا يقف الامر على طبيعة هذا الشخص هل هو كريم هل هو عرف عنه العطاء يعني عندما نحلم بسلطان او بملك او بامير او بشخص غني من المجتمع ونحلم باننا نطلب منه امرا من امور الدنيا فهنا هذا الشخص اذا كان معروف عنه الكرم والعطاء فذلك يدل بان ذلك المطلب سوف يتحقق واذا كان معروف عن هذا الشخص مثل ما رأيته مجهو قبيح في الحلم او انه بخيل او ذلك فذلك يدل ان علينا الصبر والتمسك بايماننا وطلب ذلك ممن هو افضل منه وهو رب العالمين سبحانه وتعالى وهو العلي القدير وهو من يعطي ويأخذ هنا اخواني واخواتي دائما في بعض الاحلام يجب ان نعلم انه قد احلم بانني اطلب من شخص مساعدة او امر او حاجة من حاجات الدنيا ولكن عندما استيقظ اقول انا لست محتاج ولست في حاجة مال ولست في حاجة ارض ولا سكن لماذا رأيت نفسي اطلب هنا الطلب يكون طلب حق ربما هذا الشخص اخذ منك امر هو لك او ربما يكون هذا الشخص وضع يده على امر يخصك وانت لا تعلم هنا الافضل بدل ان تقول انها اضغاط احلام وانا لست محتاج لمال ولا ارض ولا ذلك الافضل ان تراجع نفسك املاكك اموالك اغراضك وهنا ربما تجد نفسك امام نقص يكون هذا الشخص قد اعتدى عليه او امام امر يكون يخصك ولكن هذا الشخص يستخدمه دون علمك مثال بعض الناس يعطي امانة لمنزله يعني المفاتيح للمنزل لكي للجيران او للناطور لكي يشغل التكييف في المنزل او ينظف او ما الى ذلك ولكن اذا بحث عنه بعد شهر او شهران يكتشف ويتفاجأ بانه ساكن داخل هذا المنزل وانه استخله كأنه منزله الخاص ولم يحافظ على الامانة وقد يكون سبيل ذلك واكتشافه عبر حلم بسيط نراه اثناء المنام اخواني واخواتي نتابع معكم ان شاء الله ونستقبل المزيد من المكالمات الهاتفية ونقول لسمية من الجزائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سمية وعليكم السلام استاذ اياد كيف حالك وعليك السلام والرحمة والإكرام يا سمية سعيد بتواصلي الحمد لله اليوم اني توفقت في الاتصال بعد شهرين استاذ اياد ان شاء الله يا سمية دائما تكوني من الناس الموفقين ودائما حظك يكون جميل بإذن الله سبحانه وتعالى تفضلي يا سمية ان شاء الله استاذ اياد انا عندي حلم عنده شهر استاذ اياد شفت كأنه راح اتزوج بزوجي وما كان اولادي معي في الحلم وبعدها اشترى لي زوجي راب الحمال استاذ اياد نعم معروف لونه برتقالي وبعدها انا رحت لمحل فوجدت عنده برن راب لون الوردي زهري وعجبني كثيرا فقلت لصاحب المحل بكم هذا الراب فقال لي بسبعمائة الف دينار جزائري وبعدها قلت لزوجي لقد اعجبني راب اخر انت اخذ الراب الاول اللي هو البرتقالي وانا ساخذ الراب الثاني اللي اشتريته من عند صاحب المحل فقال لي زوجي بكم فقلت له بسبعمائة الف دينار جزائري كأن الزوجي تردد لانه غالي شوي ثم وافق عليه وبعدها رأيتك أنه رايحين إلى شهر العسل في السيارة وانتهى الحل وستاذ اياه طيب انت شو وضعك مع زوجك في خلافات بينكم والله في هذه الايام كانت شوية خلافات وانتهى شو كان سبب الخلافات والله السبب الخلاف كانوا اهله استاذ اياه وتفاهمتو صلاح صلاحته والله ما زالت يعني تقتر تقول نوعا ما طيب هو زواج المرأة من زوجها خلاف يعني انها هي اصلا متزوجة فهي حلمت انها متزوجة منه ان لم تكن حاملا وفي بطنها جنين له فذلك يدل على خلاف وبعد الخلاف هذا وقع الصلح وانتي قلت انها الصلح قد وقع او خفى الامر عن ذي قبل ولكنك لم تكتفي عليك ان تحاولي ان تقومي بمبادرة من طرفك هذا رقم سبعة الاف ان تقومي بمبادرة من طرفك لزيادة الاصلاح عليك ان تقومي انتي بمبادرة من طرفك هما بالظاهر اصلح الامر ولكن ربما بعزومة منك تكون من 90 طعام من يدك جميل ولذيذ ينالوا عجابهم او تكون في هدية متواضعة لهم فسبحانه وتعالى سوف تعود الامور الى المياه الى مجاريها طبعا في الحلم دلالة واضحة بان انتي ليس عليك اي خطأ او تقصير لان كنت داخل الحمام في الحلم لاداء مثلا التنظيف او الاختسال فذلك يدلوا بانك انتي لست مقصرة في شيء ولكن كلما عليك فقط الحفاظ على المسافة بينك وبينهم والاصلاح هذا والله هو العليم الحكيم ام محمد ايضا من الجزار فضل يا ام محمد هلا بك يا ام محمد سعيد بتواصلك الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكرا ان شاء الله الدوام يا رب العالمين ابشر يا ام محمد ام محمد ابنتي نعم رأت انها رأت انها بدأت تلبسه في الخمار وهي تنظر الى نفسية المرآة نعم وكان قد اعزبها منظرها وهي تلبس الخمار وقد ظهر القليل من قصتها وهي منها الخمار نعم قالبت من اقتها دبقوس تشد به الخمار نعم بعدها رأت ان بنت امنها الدبقوس كان احمر بعدها رأت ان بنت امنها فتيحة فتاة كان حقيبة وكان بها رمان اعطتها حبة فتاة تلك الحبة وجدت نصف فاسد والاخر صحيح شو وجدت شو وجدت نصف فاسد ونصف حسن بس شو الحبة كانت أصلا وجدت اعطتها رمان من ذلك رمان رمان نعم وزدت نصف تاسد ونصف جميل أكل من نصف الجميل نعم ثم زادتها حبة أخرى وكان شكلها غريب طويلة مثل النور نعم لن تأكلها لن تأكلها تركتها وذهبت هي ووالدها إلى المدرسة وكانت تلبسه تنورة قصيرة تنورة قصيرة اتت أصد بدأت تهزو التنورة فراحت تشد التنورة بيدها حتى لا تطيره إلى السوق نعم هذا الحلم يا محمد هذا هو الحلم يا أخي انخطبت بنتك ولا لسه نعم انخطبت ولا بعد لسه ما حتى خطبها لأيام هذه آنسة هي صح لا لا هي متزوجة هي متزوجة أم آنسة 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 طالبة ولا موظفة متخرجة من الجامعة طيب الحلم واضح يا أخت الفاضلة هي تتمنى أمنية في شخص في بالها ربما أو ربما مواصفات في بالها تتمنى أن تتحقق من الشخص المتقدم وسوف يتقدم بإذن الله الدبوس هنا يدل على الشبكة يدل على أنه يقدم لها مهر جيد أو جميل بإذن الله سيكون مناسب لكم وبالحلم دلالة بالخبار أيضا وقصة الشعظة على خطبة تكون فيها نعمة السعادة والفرح والسرور المشكلة عندنا بعد الخطبة لبس التنورة في الحلم وأن الهواء يحاول أن يخرب هذه التنورة أو يحركها أو غير استقرار لحالتها في هذا الجو دلالة بأنها ربما تصبح أمور أو تدخل أمور في حياتكم في حياة البنت مع خطيبها تنقص عليكم بعض الشيء تنقص عليكم بعض الشيء فإذا أتى من تقدم وطلب يد البنت بإذن الله وهذه هو البشارة في الحلم وقدم وهو من عائلة وأصبح بينه كلام على ربط الزواج والاتفاق فيما بعد بعد ذلك حاولوا أن تسيطر على الوضع ولا تدعوا الآخرين يتدخلوا في حياتهم الخاصة هذا والله هو الألم الحكيم معنا فاطمة من العراق فاطمة من العراق تفضلي يا فاطمة تفضلي من العراق السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة الإكرام يا فاطمة تفضلي يا فاطمة أيوة نعم يا فاطمة حلمت الطريقي إلى البيت نعم حاملة ولد على بحري نعم شارت معي أم زوجي خلي أشير الولد عنك بعدين هي شارت الولد تعرفي أم لا تعرفي الولد لا لا ما أعرفه نعم أحسن بالحلم كنت أعرفه بس أنا ما أعرفه نعم بعدين هي شارت بعدين أشوف الولد أنا أعرفه بس ما عن جائرة قوية اسمه محمود نعم أشوف ولي الشاب أيوة يا فاطمة ما شاء الله وبعدين أم طانق يعني كوب لون أبيض بيشكل يعني به نأمشي يعني طيب قال تاخذي هذا على أساس يعني هو كان منطي النورة زوجة أخوية تايصر لها جهال وصار أدها يعني جاهل طيب قال تاخذي هذا حتى يصير لك جاهل من يصير عندي جاهل السمينة محمود نعم هو كان اسمه محمود الولد نعم واضح يا فاطمة كم لي يا أختي وبعدين بعدين خلاص الحلم بعدين آني بيهن وفي الناس يقول لي آني أسمي ابني الكبير ولي هذا بعد الحلم ولا في الحلم لا بالحلم طيب خلاص الحلم وخلاص الحلم طيب اللي هي قال أنه عندها أبناء هي أنت أو إلا واحدة ثانية في الحلم وقال زيدوها هي على الساس هو على الساس هو منطيها صار أدها يعني من هي من هي زوجة أخوك هي ما عندها أولاد أصلا لا أدها صار أدها ولد قبل الحلم ولا بعد لا قبل الحلم قبل الحلم طيب الحلم وانت متزوجة يا فاطمة ولا آنسة نعم متزوجان عندك عيال ولا بعد لا لا ما عندها قلت لي أربع سنين بعد من يوم الزوجت صح صح طيب تابعيني يا فاطمة تابعيني طيب خلاص هو واضح الحلم يعني هو بالنهاية الكأس يدل على الخلفة والبنون وبالنسبة من الزوجة اللي جاها ولد إن شاء الله هي إما يأتيها أخ لهذا الولد وإما أن يترافق خلفتها هذه الولد مع حملك أنت يعني ربما الأيام القادمة الشهور القادمة نفرح فيك يا فاطمة فاطمة لا تيأسي لا تخافي لا تقولي أنا وضع تأخر أربع سنين لا ما لا داعي هذا ما لا علاقة نهائيا ربما الليلة تنامي وبكرة تروح يتراجع الطبيب تلاقي نفسك حامل ما أحد يعرف إن شاء الله يترزقين بالذرية والبنين الحلم به دلالة على كثرة الذرية في منزلك ومنزل زوجة أخاكي هذا والله هو العليم الحاكم من معلم السويد أم محمد من السويد تفضلي سلام عليكم أخي وعليكم السلام والرحمة والإكرام يا أم محمد من السويد تفضلي يا أختي الله يكرمك حلم ابني بأنه شاف والدو متوفي لينة جاكت كحلي وعم يمشي هو إياه بموارب البستشفى نعم بعدين والدو بيطلب منه 3000 كرون بقول له بدي تعطيني 3000 كرون بشيل ابني 3000 كرون بيعطيهم من فئة الخمسمية وبيتركوا بيروح 4000 ولا 3000 يا أم أحمد أول شي 3000 وبعدين كم عطاه أعطا 3000 فئة الخمسمية فئة الخمسمية بعدين أيوة بعدين شوف أنه شوف اسم العاملة عندكم شوف اسم العاملة عندكم يا أم أحمد كرون كرون طيب أيوة وبعدين بعدين بعدين بشوف أنه أخته رحت لعنده على المستشفى هو تركه وراح لوالده أخته رحت لعند والده بقول له أقول له لأخوك يعطيني 3000 كرون بيرجع بعيد عليك بتقول له لأخوه أنه أبوي بده 3000 كرون بعوض يعطيه 1000 كرون ثانية كمان فئة الخمسمية لأخته تعطيه لوالده وبنتها الحلم سير المجموع 4000 كرون ومتوفي هو طيب تابعيني يا أم أم أحمد تابعيني بارك الله فيك إذن إخواني وأخواتي متابعين معكم بإذن الله سبحانه وتعالى لدينا هذا الفاصل إن شاء الله ثم نواصل حياكم الله 130 ألف وقالت إن قيمتها تساوي 2500 أخت الفاضلة إذا ما عندك أبناء فالحلم به دلالة إنه في مرحلة صعبة في حياتك بتمر وأنها سبب عدم الأبناء عندك إذا كان ما عندك الناس اللي هي إحنا الكلمة إحنا أرقام ففي الحلم يدلوا على أن هناك ولد يولد في هذا المنزل أما إذا كان وضعك العائلي مستقر وحياتك اجتماعية مستقرة فذلك يدلوا بأن هناك أحد يضر بأحد أبناء الأسرة فحاول تصل فينا مرة ثانية خبرين أوضاع أسرتك مثلا أنا حسب ما أذكر إن كان متوفي اللي جاء في الحلم وطلب وما طلب فحاول تصل فينا مرة ثانية وخبرين أوضاع أهل هذا المنزل الأخت اللي تصلت الأخت اللي تصلت قات أرقام مجال أن الميت يطلب منك يأخذ فهنا يجب أن نعرف ماذا الذي يريد أن يأخذه هنا أخذ منك أمر قريب سوف تنتظرينا وأخذ منك أيضا أمر تملكينا الأرقام اللي قلت يعني الثلاثة والأربعة تلاف أمر تنتظرينا هو أمر تملكينا فهنا المفروض أخت الفاضلة أنه قسمت على خمسات فذلك يدل إما أنها صدقة على ست أشخاص أو ثمانية أشخاص وإما أنها دعاء كل يوم جمعة وصدقة بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يمنع عنكم أي هم أو غم يصيبكم هذا والله يعلم الحكيم مريم من الإمارات تفضلي يا مريم الأخت مريم معنا أم عبد الله معنا تفضلي السلام عليكم أم عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كلميني بعد البرنامج يا أم عبد الله بارك الله فيك الله يسعدك يا رب طيب نحن السعيدين مش الله في تنوع الاتصالات يعني جاءنا للحين من الجزائر ومن الإمارات ومن أعتقد تونس تتصل فينا ولا بعد والسويد نعم طيب إذن إخواني وأخواتي إحنا بدأنا في أول حلقة وقلنا الطلب والعطاء ولكن ما تكلمنا عن الاستغاثة هنا الطلب قد يكون أمر يمكنك أعطائه للشخص أو عدم الإعطاء ولكن عندما ترى شخص يستغيث فذلك يدل بأنه انقطعت به السبل وأنه أصبح بحاجة لمن يقف معاه في هذا الموقف فهنا تخيل ما هو جزاء المغيث إذا كان هذا المستغيث فأنت وقفت معه فما هو جزاؤك فتأكد كلما كان قيمة الطلب أكبر كلما كان ثوابك وجزاؤك أكبر ناخذ اتصال من مين من مريم أم أحمد بن سعودية تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يوم أحمد أنا سمحت شفت من منامي عندي بنتختي بتجي بتتبيعني أصوار شوي شوي يوم أحمد شوي شوي تفضلي بنتختي بتتبيع أصوار بتجي بتشتريه مني يا خالي وإنا نجلة السويفية بتقولي خذيها إليك لبنتي بعطيها حقه أصوار كثير يعني سمينة وإيقالية بعطيها حقه 3000 ليرا سوري نعم بعطيها هي وبغضاء بعوية معساس لبنتي وممكن أقول لك منام بسيط كماني خلص المنام أنا المنام الأول ما فهمت فكرة أنت قلتي بطريقة سردية ما قالتيني أعيش صورة الحلم أنا دائما متعود لما أسمى حلم عيش شوى صورته يعني أدخل في ممرات الحلم فعديلي شوي شوي بعد إذنك يا أم محمد طيب ماشي بنتي تأتي في عمدي التي تزورني وبتقول لي أنا أريد أن أبيع أسوارتي تشتريها مني أنا أقول لها أنا أشتري فيها أقول لي أخذي عيمية لبنتك جوز في الزمك سأعود بغضاء أنا منها وأعطيها حقه ثلاث تلاث وبغضاء يمكن أن أخلص المنامع على هذه الأساس طيب الثلاث تلاف شيء قادم أبنتك هي التي أخذت الإسوارة من الزوجة أو قانسة؟ لا الذي أخذت الأسوارة من الزوجة لا التي أخذت أنا أخذت أنا أخذت وأعساس لبنتك عساس لبنتك أنا أسألتك عن بنتك بنتك أنسة أبنتك أو من الزوجة؟ لا أناسة طيب كم عمرها ما شاء الله 29 طيب بعد الحلم ولا قبل لا بعد الحلم قبل الحلم فسخد خطبتك طيب إحنا ما لنا علاقة باللي قبل الحلم يا أم محمد صاح خبريها جايكي خطيب ثاني أحسن من اللي راح وينشرب الشسمة بأخلاقها ودينة لأنه انتو شتريتوه معناتها أنه في موصفات وفي صفات تكون مناسبة لبنتك إن شاء الله قريبا بشريها يا رب طيب في عندي حلم أريد أعلق عليه اللي هو الأختي اللي كان متصلقات حلمها اللي أخذ ثلاثة وآخذ أربعة تلاف هو أن هذا الحلم فيه دلالة واضحة على أن صوتها كان خايف أغلب الناس أول ما يشوف متوفي أخذ منهم تلقائيا بدون تفكير يصيح قلبي يقول لك أنا تورطت في مشكلة أنا مدام هالميت جاني دقلي هالباب معناتها فيه عنده مصيبة وتلاقيه ما ينام وتلاقيه يفكر في الموضوع ويستشير كل أفراد العائلة مع أن الموضوع جدا بسيط إذا قدرت تواصل مع مفسر أحلام راح يفسرك وإذا ما قدرت تواصل مع مفسر أحلام فدائما عندما ترى ميت يأخذ منك شيئا فصدق قليلا إن شاء الله تردى عنكم وتمنع كل شر أم أمر من السعودية تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام يا أم أمر أباك الله كل الخير يا شيخ وفتح ربنا عليك يا رب آمين عليكم أم أمر أنت اسمك؟ من السعودية؟ من معاي أفوان؟ أم أمر من السعودية أم أمر من السعودية تفضلي يا أم أمر أنا الفترة اللي فاتت دي يا شيخ كنت في كندا وآخر شهر شهرين كده كنت بدأت أن أنا أعلم الناس تجويد كرآن في المسجد بعدها بدأت عندي أحلام متكررة أن أنا مثلا أحلم بعفريت أقرأ آية الكرسي يختفي واحدة عاوزة بغزيني بإبرح وتقولي ده العلاج أقول لها لا وأرفض مثلا برضو عفريت تاني يظهر لي أقرأ آية الكرسي كيف تكل أيام عمار لا يعني يشبه البشر أو يشبه الحيوانات شو يشبه أكثر الحيوانات أنا مرة كان فيه طعبان كبير قوي جري ورايا لغاية ما وصلت للسرير بتاعي بس السرير اللي هو كان في بيت والدي مش بيت كوزي وبعدين أول ما وصل للسرير طلع عليه ونزل وقف جنبي بأمان وكأنه هو بس كان عاوز يشم رحتي يعني خلص وضح وضح ومعمار سؤال فني فقط أنت لما كنت تعلميهم التجود القرآن هل تصادفت مع واحدة طلع فيها مس أو طلع فيها أمر غير طبيعي؟ لا ما أعتقدش يعني ما حدش قال لي على حاجة زي كده لا أنت لاحط فيهم شيء؟ لا لا ما لاحطتش أنا كان في مجموعة كل أسبوع بتعابل معاها وفي بنتين أتبقابل معاهم يوميا يعني بس ما لاحطتش أي شيء غريب هو الحلم واضح تعفيض القرآن وتجويد القرآن ليس به ضرر ولا ضرر بالعكس يجيب الخير والرحمة على الأهل المنزل ويزيد أجلك ومكانتك عند رب العالمين في واحدة من اللي كنت أنت تعلميهم من تجويد القرآن يبدو أنها مصابة بسحر أو بمس وأصابك منه هذا الشيء البسيط كل ما عليك أن تقرأ القرآن بنفسك وترقي نفسك بنفسك وإن شاء الله هذا الأمر لن يتكرر ما حيتي هذا والله هو العليم الحكيم يعني أنت علمت يوم القرآن فصار بعدها عندك أعلامات أحلام فيها كوابيس فيها مس من الشيطان فيها أذى من الشيطان فهنا كل ما عليك أنك ترقي نفسك وتفعلي بالأذكار وكما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل إذا رأينا كابوس وما إلى ذلك أو حلم من الشيطان وحاول إذا هذول البنات بعدهم يجوا عندك دردش معهم راح تلاقي الموضوع في وراء خلفية هذا والله العليم الحكيم مما أنهلا أم أحمد من العراق ما شاء الله فضر يوم أحمد من العراق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم أحمد من العراق فضر لي الشيطاني ابني حلم حلم ابني متافر وين أيها هو سعد باس ويا جماعتي من الباب الخلفي صعد عادي مرة ثانية وين يوم أحمد في الحلم ابني سعد بالباس بالباس من الباب الخلفي من الباب الخلفي طيّ ويا جماعتي ويا جماعتي أصدقاء نعم أصدقاء نعم وبالباس قاعدات اثنين نسوان ما بنات ما ندر يشوفين هو عنده خطيبة ما ما ركو عدين وشافين وقف الباس نزل منه ميشين وبعدين اجه صعد وبعدين نزل من الباس بيدة جقارة جقارة يشرب بها هو يدوك في الواقع يدخن هو في الحقيقة لا هو ما يدخن ما يدخن صديقة جقارة بس ما شاب جقارة صديقة عاصية بس خلص جقارة من خلص الجقارة صعد من الباس من الباب من أمامي من تعد الباب الأمامي لقى هي خطيبة بس شكينها دبلان تعبانك وبعدينها رجال شبير نعم بعدين الرجال هو قاعد صفحة وشاف أمها قاعدة أمها قاعدة وراء وهي البنية هاي خطيبتنا في نوف قصية خلت إراسة على صدره بعدين وجهها شافة رجع كما هو وجهها يعني رجع الجمال حسن حسن نعم أمها وراءها باوع عليها لقاها تبتسم فيقول شنو هذا الحلم الله يطيك العافية إن شاء الله الله يعافيكم يا رب هو شو يشتغل ولدك الله يحفظه والله إذني هو شسمة نقيب بيار ما شاء الله ومتاثر في حافة سنة تدريب ما شاء الله وعنت خطيبة بالحراق ما شاء الله بس أنت من وين ما تصلين حين نعم أنت من وين ما تصلين حين أنا من العراق من العراق لأن قلت لي عندها خطيبة في العراق كان يحدثين يكبر العراق طيب تابعينا بارك الله فيك تابعينا بارك الله فيك العمل العمل الوظيفة اللي هو يقوم فيها فيها اختلات كثيرة مع الناس ومع المسؤولين وما إلى ذلك الباص هو حياته التي يقابلها وأعماله التي يقوم بها خارج المنزل النساء الاثنتان أمران خيران فيهما أمران بهما خير يعرف عنهم أو يسمع عنهما ولكن السيقارة في يده دلالتهم بأنه لا يحفظ السر الموضوع هذا يأتيه خير ولكن عليه أن لا يخبر الناس عنه ويشارك به أحد هنا في هذه الحالة إذا شارك ودخن السيقارة كان هو في الواقع ما يدخن فإذا قام بمشاقة هذه الأخبار والأسرار أحد ربما تعود عليه ببعض الإزعاج أما بالنسبة لزوجته خطيبته فبكل بساطة عليه أن يرقيها يجعل أحد من أهلها يرقيها وإن شاء الله سبحانه وتعالى يحميها ويحفظها هذا والله العليم الحكيم مين معانا يا حنان؟ أم ملاك من تونس الفضلي أهلا بك أستاذ هلا يا أم ملاك يا مرحب الساعة فضلي هلا يخليك عايش أنا حلمت يا أستاذ بأنني وقفة مع شخص لأعرفه في مكان عالم ننتظر إلى أهله وهم قادمين نحونا لخطبة قريبتي نعم مع العلم أن هذا المكان خالي من السكان والمنازل الأصلي نعم وكان يقول لي هناك أمر يريدوا تأكدوا منه وأنا وقع في نفسي أن قريبتي ليست موافقة علي نعم ثم قرب جونا أهله وصلونا وكانت معاهم شاب وضع يدها على فمها وتلفت لي وهو قال لي هذه المشاكل من الشابة هذه خطر فمها ما فيهوش أثنين معنى بدون أثنين نعم وكان مزعوج هو مكل أمر هذاك وتأكد أنا الشابة هي كانت سبب الشابة يعرفها الشابة؟ لا لا نعرفهم لكل حالة لا أهله معنى القادمون لنا وكانت أن الناس كلها بسين صواري معنى لبسة عراس وليس لبسة عادية كلها لبسة عراس حلوة برش وبعد أنا مريتش بنت عمي في الآسة القريبة هذه مونيرة ومريتش حتى حد نعرفه كلهم ما نعرفهم وبعد أنا مشي وغادر المكان وبقيت أنا وياهو فجأة تبعث نور من السماء وتكلم منه صوت عبد العزيز سيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجزائر حفظه الله نعم وبعدها؟ قالوا هل تم الأمر؟ قالوا هو نعم وكي أنه متبسم سيد الرئيس وهو زاد فرحان وأنا فرحان أزاد هكاك وبعد مدلي الهاتف وقال لي شوفها تساور أنا ما حبيتش ناخذ الهاتف كي أني حاسيت رحي ما عارفش نحلوك الهاتف ذاك ما حبيتش ناخذ القدام وكي أني أنا ما عارفش نحل الهاتف معناه هو ابني خاطب أو لا؟ لا ابني مش خاطب متزوج؟ لا لا طيب تابعينا بارك الله فيك أم لك إذا إخواني وأخواتي متابعين معكم بإذن الله سبحانه وتعالى لدينا هذا الفاصل ثم نواصل إن شاء الله نرجع لاتصال أم لك بس لأنه عندنا هذا التلفون مفاجأة من اسطنبول من تركيا أعتقد تفضل يا محمد السلام عليكم وعليك السلام يا أخوي ورحمة الله وبركاته سيد محمد تفضل من حوالي شهرين رأيت والدي ووالتتي في الصباح الباكر أيها فطار يمر من أمام البيت نعم يذهبان إلى العمل نعم موجودين هم إن شاء الله كيف؟ والدك والدك موجودين ما شاء الله عندك أو في دولة ثانية لا لا في البلاد بعدهم في سوريا نعم نعم في سوريا كامل يا أخوي فكانوا زاهمين على أساس أنهم إلى العمل والدي صعد إلى فطار وعندما أتت والدي اللي وصعد فالفطار ذهب فورا ووالدك لم تصعد أيها وبعدين ذهب فقط هذا هو وهم الآن موجودين حالتهم تم تطمين عليهم أخبارهم طيبة أمورهم طيبة لديهم طيبة كل يوم لا لديهم محاولة لك أحيانا يجب أن أتعليهم عندك يا أخوي هل هناك محاولة لك هل هناك محاولة لك لا أنت ما عندك رغبة أو محاولات لا لا يوجد كثير رغبة لكن صعب يعني الأوضاع النادي صعب نعم طيب يا أخوي محمد تابعنا بارك الله فيك تقدر شوفنا عبر الشاشة عبر التلفزيون تابعنا يا محمد بارك الله فيك طيب احنا قلنا القطار هو الحياة ويدل على طول العمر ويدل على العلاقات العلاقات الأسرية فأن الوالد طلع في القطار والوالدة تمت ذلك يدل بأن هناك أمر يخص الوالد من جهته هو من أسرته هو إن شاء الله حتى يكون في وضوح أكثر بما أنه ركب القطار فذلك يدل بأن هناك مناسبة أو أمر يخص والدك إن شاء الله حفظه الله ورعاه يكون له يد وله مكانة أو مقام فيه أما بالنسبة للوالدة فلا أعلم لماذا لم تلتحق به بهذه المناسبة أو تخلفت عنه في هذه المناسبة فذلك يدل بأن عليكم فقط إرضاؤها وإخراج صدقة عنها والإضمان عنها دائما ولكن حاليا بشكل عام هو يدل عن علاقات أسرية وتواصل أسري هذا والله والعليم الحكيم طيب ناخد الأخت حصة من الإمارات تفضلي حصة من الإمارات تفضلي يا أختي أروا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حصة ويعطيك العافية الله يعافيك إن شاء الله بيقول لك حلمي عامي الله يرحمه متوفي منو وحلم عمي عمك متوفي أيوة هي زينو حلمت أول ما توفى أنا لحن قاعدين في مطعم يعني كنا كل العائلة أيوة قاعدين في مطعم وهو قاعد يطالعنا من بعيد هي كرسي بعيد نعم ويطالعنا هي معصب نعم بس يعني هو يطالعكم من بعيد ومعصب وهو متوفي في الواقع هي هي عمك هي طيب في صار تقصير بالعلاقات أو التواصل معه بعد وفاته مع أهله وأبناء هي متواصلين متواصلين معهم تماما هي طيب يطمئنوا عليهم ربما هناك ضيق أو حزن عندهم في المنزل بسبب أمر أو آخر حاولوا أن تكونوا معهم حتى يرضى المتوفي ويسعد ربما الحلم به إشارة بأن عليكم التواصل مع أبنائه وزوجته والإطمئنان عليهم بين الحين والآخر ربما هناك أمر يضايقهم أو يتعبهم فتكونوا أنتم حاضرين فيزول الحلم ويصبح خير إن شاء الله هذا والله يعلم الحكيم بالنسبة ل مين معنا من لبنان الأخ وسام من لبنان فضل يا وسام يا أستاذ يبدو فصل حلم لأ أختي مين معي؟ وسام أنت على الهواء يا حبيبي تفضل أنا أبنانك اسمي وسام الأخت وسام الأخت وسام تفضلي يا وسام الله يحفظك يا رب بناء لطلب أختي بيفسرها منام شو المنام يا وسام تفضلي رأيت أنه هي بسيارة وصعب جنبها شخص هي بتعرفه وألبسها خاتم والخاتم كتير حلم نعم بتعرف بس هذا الحلم الشخص بتعرفه هي؟ نعم هي بتعرفه طيب مقطوبة هي أو آنسة؟ لا أعجبها هي طيب إذا صدقت الرؤية هذا الشخص ناوي خير إن شاء الله وناوي يكون بينكم مصاهرة أو نسب فإن شاء الله يكون الحلم هذا ما يكون رؤية حق ما يكون سبب عجابها فيه أو هذا إن شاء الله إذا كان رؤية حق فسوف يتقدم هذا الشخص ويطلب يد هذا البنت هذا والله العليم الحاكم ألف مبروك مقدما إذا كانت رؤية حق الأخ محمد من السودان تفضل وعليك السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي محمد من السودان الله يبعر فيك يا أسر أنا أخلمت أنه أنه كنت أنا بغرفة أنا والوالدة الله يحفظها نعم الله يحفظها الوالدة مريبة شوي أخلمت أنه أنا والوالدة كنا بغرفة وحدة ومعايسة لنفس الوالدة وفي شخص قالوا لي أن هذا هو أخوك والإثنين كانوا إننا زرعون الموت وأنا ما عندي أخونا وحيد أهل يعني عندي خوات بس الله يطول عمل فجأة توفى هذا الأخ قالوا لي أنه توفى أخوك وفجأة الوالدة صارت بصحة أفضل يعني وما متضحك أنا كانت فضين شديدة على أخوي بس هي كانت تضحك في الحلم ولا كانت مبسوطة فقط شايف وجه مبتسم فجأة بعد ما مات أخوي اللي هو أنه ما عندي أخ فجأة هي بدأت تضحك والحمد لله صحتها تحسن يا رب يا رب طيب هذا الأخ والخوف هي مرضها صعب كثير يا أخوي الله يبدأ أنه وأنكم ونطيكم صحة عشيانة سرطانة تعالجت مننا تعالج شكيمة ومننا حتى هذا المرض لها علاج الحين والله والله في صعوبة في العلاج في توفير العلاج في والله عالجناها مرة وطلع ظهرها ظهرها في مكان ثاني طيب أنا بخبرك جانب المشرق من الحلم إن شاء الله وإن شاء الله ما يصيبها شر ويحفظ لك إياها ويطول عمركم يا رب العالمين إن شاء الله يا رب إن شاء الله طيب إذن أخوك في الحلم هو قلبك هو خوفك هو خوفك على والدتك وأنها يصيبها شر بعيدة شر عنها وأنك أنت تشيل حزنها موت الولد هذا انتهاء الخوف يعني هذا الخوف راح ينتهي بسبب شو إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى كل شفاءها الضحك في الأحلام قد يدل على بعض المشاكل أو التعب وقد يدل على النصر قد يدل على بعض المشاكل والتعب وقد يدل على النصر لماذا؟ لأن به ظهور الأسنان وذلك يدل على ظهور القوة والنفوذ فإن شاء الله إن شاء الله أن يكون إن شاء الله يا رب العالمين يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم أن يكون سبب موت الأخ في الحلم وسبب موت الخوف في الحلم هو نجاة الوالدة وشفاؤها ان شاء الله يا رب الله يحفظ لك يا رب ويحفظ الجميع طبعا الأخت أم ملاك من تونس اللي قتصلت قبل شوي الحلم يعني واضح يا أختي أم ملاك ان الفم البنت ما في أسنان دلالتهم بأنها دلالتهم بأنه ليس هناك حجة أو دعم أن بعد ذلك رأيتم السماء أصبح بها ذلك النور فذلك يدل بأنكم كلما قرأتم كتاب الله سبحانه وتعالى يا أم ملاك انت وابنك المتصلة كلما زالت حجتكم وقوتكم عند الله سبحانه وتعالى بالذات عند قيام الليل أو بعد الصلاوات هنا عندما تزداد هذه القوة والحجة يأتي صوت من وتفليق حفظه الله ورعاه رئيس الجزائر ويأتيكم معه ذلك الهاتف يعني يدل على الخبر يأتي معه خبرا سعيدا فإذا كان ابنك لديه أي نية في السفر أو في عمل أي شيء أو القيام في أي شيء فأخبره أن يقرأ القرآن ويقرأ القرآن ثم يقرأ القرآن ثم ينتظر من الله سبحانه وتعالى القوة والحجة والثبات هذا والله والعليم الحكيم كم باقي معنا سيد حذر طيب احنا بدنا نتكلم في هذه الأمور قبل كذا وتكلمنا عن أن الأحلام تساعدنا في توقع ما لا يمكن أن نتوقعه فلننتقل اليوم إلى موضوع آخر ولو ما كملنا اليوم نتابع إن شاء الله الأيام القادمة ما هو تفريغ الشحنة السلبية واستبدالها بشحنة إيجابية خلال النوم إنسان طال عليه المرض تعب كثيرا عانى منذ فترة طويلة ممكن سنة ممكن عشرة ممكن سبع سنوات الله أعلم ولكنه تعب من ذلك المرض فنام فرأى نفسه بصحة جيدة أو رأى حلم يدل على الفرج والشفاء هذا الإنسان مع المرض والفترة الطويلة كان عنده طاقة سلبية أو شحنات سلبية في دماغه وفي قلبه مجرد أن رأى هذا الحلم يصيق الثاني يوم بإذن الله سبحانه وتعالى وهو سعيد فرق جميع هذه الشحنات السلبية في حلم في أقل من خمس ثواني أو دقيقة حلم في خلال نومه يصيق الثاني يوم مرتاح يقول يا مالك شو صار لك اليوم ما تغير يبتسم يقول رأيت رؤية في المنام بأنني سوف أشفى فأعاد الله سبحانه وتعالى له هذا الأمل وأعاد له ربنا سبحانه وتعالى هذا التفاؤل فربما يكون هذا سببا للشفاء لأنه عندما أتاه الأمل والتفاؤل واستخلص من تلك الشحنات السلبية وأتى مكان إيجابية وجد لديه الطاقة للشفاء مواصلين في هذا الموضوع إن شاء الله يوم غد ورح نتكلم أيضا عن الأحلام تأثيرها النفسية علينا في عدة أمور وجمال من حياتنا خلال الأيام القادمة إن شاء الله أكثر وأكثر تقريبا انتهى البرنامج ما بقى معنا شيء حتى ألقاكم يوم غد أقول لكم إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة